اهلا وسهلا بحضراتكم مرة اخرى عزائي المشاهدين اتحاد كرة القدم بقول رشحنا الزمالك والاهلي لدوري الابطال وفقا لمعايير نتائج الدور الاول كشف مسؤوله اتحاد الكرة انه تم ارسال خطاب رسمي للكاف يوم 10 يوليو الجاري لتحديد الاندال مصرية الاربعة المشاركة في النسخة المقبلة لبطولات افريقيا واكد مسؤول الاتحاد ان الخطاب تضمن ترشيح ناديي الزمالك والاهلي للمشاركة في دوري ابطال افريقيا وكذلك ترشيح بيرامدز وفيوتشر للكونفيدرالية الافريقية وفقا لنتائج الدور الاول اوضح مسؤول اتحاد كرة القدم ان الكاف لم يطلب تحديد معيار اختيار هذه الاندية ولم يعترض على الاختيارات كما يتردد كما شدد مسؤول اتحاد الكرة انه تم ارسال الخطاب للكاف يوم 10 يوليو من منطلق تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الاندية بحيث تكون جميعها قد خاضت كل مباريات الدور الاول لانه لو تم تحديد الاندية وفقا لترتيب جدول الدوري يوم 10 يوليو لكان ذلك ظلما للنادي الاهلي لوجود مباريات مؤجلة له عكس باقي الاندية المنافسة مجبتش حاجة من عندي زي ما حضراتكو شايفين لانه بني وبينكو برضو يعني ما هو بالعقل واحد لاعب مثلا 10 ماتشات والتاني لاعب 7 ماتشات اللي لاعب 10 ماتشات بيقول انا عايز اروح دوري ابطال افريقيا دلوقتي طب وليه لعب 7 ده طب لما يوصل 10 حتى يعني نشوف يعني وايه السبعة اللي انا لعبتهم وايه العشرة اللي هو لعبهم او العكس يعني انا لعبت كل المباريات القوية مثلا مع كل الاندية اللي هي بتنافس على الخمس ست مراكز الاولى يعني لقى اللي لعب فيوتشر وبيرامدس والزمالك واسموحة مش هادي العدلة ولا العدلة العدلة ان انا روح دلوقتي تودوني على الدوري ابطال افريقيا دلوقتي هو ده اللي يحصل عشان كسبت الاهلي مثلا يعني طب ما فيه واحد تاني خسران ومتعدل مع الاهلي والدوري مفتوح محدش عارف ايه اللي ممكن يحصل مين الاول ومين التاني ومين التالت الاول ممكن يخلص رابع والتاني ممكن يبقى اول والتالت ممكن يبقى اول محدش عارف الدولي لسه فيه النادي الاهلي فاضل له 11 مباراة محدش عارف النادي المصري السنة اللي فاتت اللي لعب كونفدرالية خلص سادس سادس لكن هو في الوقت اللي تم اللي هو كان بعد الهيات الدول الأول برضو السنة اللي فاتت أو كان السنة اللي فاتت كانت لعبها مختلفة لكن كل الأندية لعب نفس المباراة تقريبا ونفس عدد المباراة ونفس تقلل مباراة وما كانش بطل الدوري تحدد برضو وكان فيه منافسة طب ايه يا جماعة ايه الجديد يعني ايه اللي حصل الجديد يعني ان انت كسبت القلي لسه بدري من يضحك اخيرا يضحك كثيرا من يضحك اخيرا يضحك كثيرا اخيرا ده مش يوم الخميس بالمناسبة اخيرا ده يوم 38 آخر مباراة في الجولة 34 من الدوري الممتاز المصري ده بالنسبة للدوري وبالنسبة للكسل الجديد والقديم يوم 30 والجديد زي ما اتحد كرة القدم هيحدد خلال الفترة اللي جاي فمن يضحك اخيرا يضحك كثيرا ان شاء الله ان شاء الله نادي الاهلي اكتر نادي يضحك خلال الفترة اللي جاي مع غموره طبعا او بغموره طبعا اشتركوا في القناة